وصل سعادة الدكتور عبدالطيف براشد الزياني وزير الخارجي إلى عمان يوم أمس في زيارة رسمية للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة تستغرق يومين وسيتم خلال الزيارة عقد مباحثات تتعلق بتعزيز وتنمية العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وبحث القضايا محال الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا وكان في استقبال سعادة الوزير لدى وصوله إلى مطار الملكة علياء الدولي معالي السيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المقتربين وسعادة السيد أحمد يوسف الرواعي سفير مملكة البحرين لدى عمان وسعادة السيد رامي صالح وريكات العدوان سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مملكة البحرين عميد السلك الدبلوماسي وأكبار المسؤولين في وزارة الخارجية وشؤون المقتربين ترجمة نانسي قنقر